أنا سالم العطوي من منطقة التبوك شاركت في برنامج الرحلة الإبداعية حول المملكة العربية السعودية وأخذت المركز الثالث على مستوى المملكة العربية السعودية طبعاً بعد برنامج الرحلة الإبداعية انفتح لي زي ما قلت لك مجال أني أشارك في أكثر من برنامج وكان من أقوى البرامج اللي شاركت فيها سعودي آيدل كانت لجنة التحكيم محفزة سواء أني تأهلت في البرنامج أو ما تأهلت في يوم أني شاركت كنت متوتر أول مرة يعني أهل أنا راح أمشي ربابة فقدروا هذا الفن قدروا الموروث الشعبي بعد برنامج الرحلة الإبداعية أول شيء كنت مركز عليه أني أضيف أضيف على آلة الربابة شيء ينميها أكثر فطبعاً للآن شغال أنا أسكن غرب منطقة التبوك فأنا إنسان جاي من البر شكراً مرة ثانية للرحلة الإبداعية اللي قدرت تتوصل لي وأنا في صحرة وأنصح أي شخص عنده موهبة لا يتردد يشارك اسمي أسينتا بسلام الصباح شاركت في الرحلة الإبداعية حق MBC Academy بالسيزن الأول وكنت ممثلة بعد ما خلصت من تجربة الأداء دخلنا على النصف النهائي مثلت أني منقسمة الشخصية كنت مرة فخورة بالتمثيل هذا بعدين رحت للنهائي ومثلت أربع دوار أني بقعت ورد مغنية مذيعة عازفة بيانو كانت هذا كلها بشتركة بشخصية واحدة كانت تحكمني سيدة حياة الفهد ومرة كان شعور حلو أنه فنانة زيها هي تحكمني وجاء عاد التوزيع للفائزين الثلاثة مرة ما كنت حطى في بالي أنه ممكن أفوز بالمركز الأول الحمد لله يمندوني على المسرح كان شعور واو حين أنا قد أشوف نفسي الآن وأول طورت مرة كثير عن أول أنا قد أشتغل على مشروعين من MBC استهنست مرة بالمشروعين هذولا لأنه حست بالانتماء لني قد أسوي الشي اللي أنا أبغى فيوم أمثل أحس أني بعالم ثاني خيال شي مرة حلو MBC Academy أنتو عائلتي الأولى ومستحيل أنساكم أنتو اللي نميت موهبتي وخلتوني أعشق التمثيل ترجمة نانسي قنقر